فكرة اختيار مصطفى غربال يمكنان من اوالي الناس اللي كان عندي تخوف واعتردت على هذا التعيين وهذا الاختيار وهذا التعيين وهذا الاختيار الكل بلا استثناء كان بيشيد بيه لان مصطفى غربال من حكام النخبة اللي موجودين في الاتحاد الافريقي وكل بيشيد بيه لكن اختيار حكم عربي لفريق عربي مع فريق افريقي في هذه المناسبة ده بيضع ضغوط كبيرة جدا على حكم مرشح لكأس العالم ومرشح بنسبة كبيرة جدا يكون هو المصنف للتحكيم في كأس العالم دهنكو هي بعض اللقطات ايضا كمان او بعض الصحف اللي اتكلمت النهاردة الميرور كمان اتكلمت على سادي يومانيو اتكلمت على محمد صلاح في اكتر من صحيفة النهاردة كانت بتتكلم على نفس الموضوع وان كان في حالة جنون في الملعب خدوا بالكو احناش بنتكلم على الشعب السنغالي او على الدولة السنغالية احنا بنتكلم على الموقف اللي حصل جوه الملعب بنتكلم على موقف رياضي جوه الملعب توماس مولار بيتكلم على لغة زي دي احنا بنتكلم على مواقف جوه الملعب مش بنقرج برا الاطار الرياضي او برا الاطار اللي احنا بنتكلم فيه على مباراة كرة قدم فبالتالي كل الاحترام بالتأكيد للشعوب الافريقية بشكل عام لكن احنا بنتكلم على مباراة كرة قدم دي هنا خرجت عن اطار النص الرياضي وعن اطار الروح الرياضية وده مبادئ الفيفا حطها في كل نصوصه في لوائح كرة القدم ورئيس الاتحاد السلغالي هو النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي فلازم لازم لما يكون عنده مباراة زي دي هو المسؤول عن تنظيمها لازم يتم محاسبته محاسبة عصيرة سواء هو أو حتى أماجو بينك في نيجيريا بعد الأحداث الكارثية اللي حصلت بعد مباراة نيجيريا وغانا ولدرجة حتى أنه وصلت أن حتى الطبيب المكلف به الميديكال أوفيسر اللي هو الخاص به المباراة توفق قصر أزمة قلبية بعد الأحداث اللي حصلت بعد المباراة فبالتالي المسؤول اللي يكون موجود عن القرى الإفريقية ومسؤول عن اتحاد بلده لازم يتمم حاسبته عن الخروج عن النص بالشكل ده طيب دي جزئية الجزئية التانية وأنا بأتكلم على مصطفى غربال حكم جزائري في منتخب عاربي مباراة زي دي هتشكل عليه ضغط أنا كنت أتمنى وقتا أن اتحاد القرى كان يحتاج على تعيين مصطفى غربال زي ما الجزائر اعترضت على جوشوى بندو وجوشوى بندو في مباراة الكاميرون عمل مباراة حيادية على أعلى مستوى ده مش متعرف على جوشوى بندو لكن لما الجزائر لعمت مباراة العودة مع مباراة العودة بعد كده في الكاميرون مع الجزائر في الجزائر وجود بكاري جسامة الجزائر خرجت بسبب فضاياة تحكمية حصل مع مصر نفس الموضوع مصر وجزائر خرجوا بسبب كوارث تحكمية في هذه المباراة ممكن أنت قدامك مش شايف أنه فيه تأثير أو لعبة مؤثرة من الحكم أنه يخرجك لكن فكرة أنه ما يوفر لكش الحماية الشوت الأول فكرة أنه ببقاش فيه انذار أو أكثر من انذار لأكثر من لعب ده بيأثر على سير المباراة كل دي حاجات كانت بسبب مصطفى غربال فبالتالي التحكم كان ليه دور؟ آه كان ليه دور كان لازم نعترض على تعيين حكم عربي كان لازم نعترض لأنه خدوا بالكو محدش في الاتحاد السنغالي اعترض على وجود مصطفى غربال وده كانت بالنسبة لي غريبة دايما الاتحادات الإفريقية لما بتلاقي حكم عربي لمنتخب عربي أو نادي عربي بتعترض وده حصل في آخر شهرين مرة واثنين وثلاثة لكن تحديدا في المرة دي محدش اعترض كان لازم يكون عندنا إراية للمشهد بشكل أوسع من كده ونعترض عشان الحكم حتى يحس ان فيه اعتراض من هنا واعتراض من هنا فبالتالي يلتزم الحيادية على الجانبين طيب